بخسارة 300 مليون يورو بنك رايف عازن النمساوي في روسيا البيضة يباع لمستثمر اماراتي ده طبعا بعد الضغط الكبير عليه انه ينسحب من البلاد فقام ببيع البنك لمستثمر اماراتي والبنك قال ان الصفقة دي هتؤدي لخسارة 300 مليون يورو تقريبا وان البنك يعني هيباع في روسيا البيضة بكيما ممثلة تقريبا لما خسروا تعتقد ايه هي اللي هترتب على البيع ده يعني بصراحة تعهوتنا على قضايا الالتفاف على القوانين وتعتدنا على يعني كما يقال غسيل الاموال في الامارات وهذا الوضع يعني بصراحة خبر خسارة 300 مليون يورو بنك رايف ايزن في روسيا البيضة يباع المستثمر بسبب العقوبات طبعا العقوبات القائمة للاتحاد اوروبي على روسيا وبلا روسيا ايضا فبالتالي حتى البنك يتملص من واجباته ويتملص من العقوبات الاوروبية طبعا العلاقات ما بين الامارات وروسيا علاقات قائمة وعلاقات وطيدة جدا ولا احد يعاقب الاخر ولا احد عنده مشكلة مع الاخر فبالتالي فبالتالي بكل بساطة الاستثمارات التي تحمل اسم النمسا اصبحت اليوم باسم الامارات انتهت خارج منظومة العقوبات واستفادت استفادت يعني الامارات ب300 مليون يورو بسلس مليار يعني هذا الكلام ليس رقم بسيط وفي نفس الوقت حافظت الحسابات الموجودة في هذا البنك على اصولها حافظت على وجودها ولم يتضرر احد وبالتالي النمسا ما زالت اعتقد يعني اعتقد هي موجودة من خلف هذا الغطاء بس نقطة اعتقد يقال اكثر من ذلك في هذا المقام يعني حالة غسيل وحالة التفاف على القواني والتفاف على السياسة سياسة العقوبات الاوروبية على روسيا وبيلاروسيا